حرفنا لهذا اليوم هو حرف الصاد ص انظر جيدا إلى أشكال حرف الص صاد المتصلة لها يد ولها ست صغير وصاد المنفصلة وتأتي في نهاية الكلمات وصاد المتصلة تأتي في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة الهدف تدرب على قراءة كلمات فيها حرف الصاد ألقى عصام قصيدة جميلة استاد رامي سمكة ننظر جيدا إلى هاتين الجملتين ألقى عصام فيها حرف الصاد في وسط الكلمة قصيدة حرف الصاد أيضا في وسط الكلمة وتنتهي بماذا؟ بالتاء المربوطة مع تنين الفتح جميلة أيضا انتهت بالتاء المربوطة لكن ما بها متصلة مع تنين الفتح استادة استادة أين حرف الصاد في وسط الكلمة؟ رامي سمكة إذن هاتين الجملتين مهمات يجب عليكم التدرب على قراءتهم تدرب على تحليل الكلمات إلى مقاطع تمرين 5 صفحة 61 صارة كيف سنقوم بتحليلها؟ صارة نتذكر مع بعضنا البعض عندما كنا نصفق صارة عي صامن عي صامن عي لحالها صا لحالها من لحالها قرصن قرصن نحن نعلم أن الحرف المتحرك دائما الذي يأتي بعده حرف ساكم مع بعضه والتنوين يحب أن يكون ملك لذلك يجب أن نضعه في مربع لوحده تركيب المقاطع كلمات التمرين السادس صفحة 61 صابر أصبحت صابر صامد صامد ولا ننسى يا طلاب الأعزاء أن ننظر جيدا إلى حرف مثلا هنا عندي في أول كلمة ب هي مادة يدها لحرف الر إذن يجب أن نلسقها مع حرف الر في الكلمة الثانية م إذن يجب أن نلسقها مع حرف التال صامد أحسنتم يا طلابي أرجاء التدرب على جميع الكلمات الواردة بمساعدة الأهل شاكرين لكم حسن تعاونكم أتمنى السلامة للجميع سيتم إرفاق ورقة عمل تخص حرف الصاد سوف أتمنى السلامة لكم